حدثنا عبد الرزاق قال ثنى سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن رجل عن كعبي بن مرة البهزي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أجوب وقال سفيان مرة أسمع قال جوف الليل الآخر ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن رجل عن كعبي بن مرة البهزي قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر قال ثم قال ثم الصلاة مقبولة حتى يصل الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس قال إذا غسطت وجهك خرجت خطاياك من وجهك وإذا غسطت يديك خرجت خطاياك من يديك وإذا غسطت رجليك خرجت خطاياك من رجليك ترجمة نانسي قنقر